موجات الهجرة غير نظامية شكلت أزمة عالمية أرقت مضاجع الدول الكبرى المعنية حيث بلغ عدد المهاجرين غير نظاميين ما يقرب من 232 مليون مهاجر حول العالم وفق تقرير نشرته الأمم المتحدة مؤخرا وللحد من كارثة الهجرة غير نظامية يشارك قادة دول العالم في مؤتمر روما الدولي حول الهجرة غير الشرعية وبحضور بارز لدولة الإمارات التي تعتبر أحد أهم الشراكاء الرئيسيين في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تطوير الشراكات وتعزيز التعاون مع مختلف منظمات المجتمع الدولي للحد من هذا النوع من الهجرة ومكافحة تداعياتها الخطيرة وأشاد المشاركون بالجهود التي تبذلها الإمارات في مجالات تقديم أوجه الدعم الاقتصادي والتنموي والتقني والإنساني للدول النامية من أجل مساعدتها على تحقيق حياة مستقرة وآمنة لشعوبها وهو ما يسهم بشكل كبير في الحد من موجات الهجرة غير النظامية التي تشكل تهديدا صريحا للأمن والسلم الدوليين وتزامنا مع انطلاق المؤتمر قدمت الإمارات 100 مليون دولار لمؤساندة الدول المتأثرة بظاهرة الهجرة غير النظامية التي تهدف إلى القضاء على الفقر ودعم الأطفال بالإضافة إلى إطلاق البرامج القطاعية العالمية كالنقل والبنية التحتية وتعزيز فعاليات الحكومات وتمكن النساء يذكر أن الإمارات منذ تأسيسها وحتى عام 2014 قدمت مشاريع وبرامج استفاد منها 178 دولة حول العالم وبلغت قيمة هذه المساعدات 173 مليار درهم إماراتي ترجمة نانسي قنقر